تشتهر مدينة دهب كل عام بأطول مائدة إفطار على الممشى السياحي وتمتد المائدة لمئات من الأمطار في مشهد فريد يجتمع فيه جميع سكان المدينة مشهد لا يتكرر إلا في شهر رمضان بمدينة دهب التي تشتهر كل عام بأطول مائدة إفطار على الممشى السياحي تقام في اليوم العاشر من رمضان من كل عام تمتد المائدة لمئات من الأمطار في منظر فريد يجتمع فيه جميع سكان مدينة دهب بنعمل الإفطار الجماعي لأهل دهب مصريين مع أجانب وبنبقى مبسوطين أن كل الناس مبسوطة والأهل كلها بالنسبة لهم بتطلعب أيام فسحة بالنسبة لهم والأجانب بتصور طبعاً وبترح تبعث الأهلاف في أوروبا ودول العالم ودي حاجة كويسة بالنسبة لدهب يلتف حول المائدة أهالي ومواطن سيناء ومشايخ وعواقل البدو وعدد من السائحين من مختلف الجنسيات ولفيف من المصريين وزوار المدينة في أجواء مبهية يشارك فيها الصغير والكبير بتنظيم وتوزيع الوجبات على الصائمين للتأكيد على قيم المودة والتعاون بوضي الناس كلها كل السلام وأنتم طيبين رمضان كريم عليكم وإن شاء الله تشرفونا كل سنة هذا الاحتفال الكبير وكل الناس متجمعين عن ومبسوطين وفرحنين بهذا الاحتفال وكل السنين بيحصل الاحتفال ده في مدينة دهب عندين هنا في محافظة جنوب سيناء جاي من القاهرة مخصوص عشان أحضر الفيبس بتاعة الفطار الجماعية بتاعة دهب كان ليه عظيم الشرف يعني أن أنا أحضره السنة دي ما وفقتش السنة اللي فاتت أن أنا أحضره بس سمعت عنه أنه بيقام كل يوم عشرة من رمضان مائدة دهب للإفطار تحيي قصة المشاركة وروح المحبة المتأصلة في الشخصية المصرية على مر الزي